موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا مجددا في هذه المحاضرات التقديمية للعلوم السياسية ما زلنا نتحدث عن فرع العلوم السياسية المعروف بالنظم السياسية المقارنة ونتحدث عن أهم موضوعات هذه النظم تحدثنا سابقا عن الدولة عن الديمقراطية والنظام السياسي الديمقراطي والمستبد والشمولي تحدثنا أيضا عن الحكومات وأنواعها ما بين برلمانية ورئاسية ومختلطة الآن نتحدث عن مجموعة أخرى من المؤسسات التي اهتمت بها النظم السياسية المقارنة بشدة هذه المؤسسات هي تقائم على فكرة أساسية وهي الوساطة ما بين الأفراد والدولة هناك دولة هناك حكومة تؤسس أو تجسد السلطة السياسية داخل المجتمع السياسي ثم هناك أفراد لهم مصالح ولهم مطالب ولهم رؤى وانحيازات ولهم قيم وأخلاقيات مختلفة وبالتالي مهم أن يكون هناك بناء اجتماعية أن تكون هناك مؤسسات تقوم بالتعبير وتمثيل هذه المصالح المختلفة وتمثيل هذه الأراء والأفكار والقيم المختلفة ما بين الفرد وبين الدولة هذه المؤسسات التي تسمى باسم الفواعل السياسية لها أشكال مختلفة يمكن أهم هذه الأشكال هي الحزب السياسي وجماعات المصالح أو جماعات الضغط أيضا هناك أشكال أخرى مثل الحركات الاجتماعية وما شابه لكن سنحاول بشكل عاجل جدا أن نتحدث عن كل مجموعة من هذه المؤسسات ما هو الحزب السياسي وما هي أدواره وما هي التصنيفات المقارنة للحزب السياسي أيضا نتحدث عن جماعات المصالح والضغط وكيف يتم تقسمها وإلى ما هو غير ذلك ومن ثم يجب أن نفهم أن الفكرة العامة لكل هذه المؤسسات هي فكرة كيف يتم ما يعرف باسم تجميع المصالح والتعبير عنها وما يعرف باسم الوساطة ما بين الدولة ومؤسساتها السياسية وبين الفرد بمختلف بقى مصالحه وأفكاره وقيمه وانحيازات الأيديولوجية إلا غير ذلك عند الحديث عن الحزب السياسي الحزب السياسي هو أيضا ظاهرة حديثة في العلوم السياسية تعود ربما إلى قرن من الزمان أو في أواخر القرن التاسع عشر عندما بلأت هذه الظاهرة تصبح من الجماهيرية ومن التأثير بحيث تصبح فاعل أساسي وثابت في السياسة بشكل عام ومن ثم تعريف الحزب السياسي اختلف منذ نشأته في بداياته ثم مع طوراته المختلفة وبالتالي أصبح هناك عدة تعريفات للحزب السياسي الذي يهمنا في فهم الحزب السياسي أننا لا يمكن الحديث عن حزب سياسي بدون الحديث عن أربع سماية أساسية أربع عناصر مكونة للحزب السياسي أول هذه العناصر هو التنظيم الحزب السياسي هو تنظيم مستقر وثابت ليس تنظيما مؤقتا مثلا مثل الحملات الانتخابية هو تنظيم مستقر وثابت وله تمثيل واسع داخل القطر يجب أن يكون هذا الحزب السياسي ممثلا لمختلف المناطق الجغرافية مختلف أقاليم الدولة حتى يكون حزبا سياسيا شرعيا بشكل أو بآخر إذا كان هذا الحزب هو حزب يقصر عضوياته على سكان أو على مواطني إقليم معين هنا هذا يتنافى مع مفهوم الحزب السياسي الكلاسيك إذن عنصر التنظيم عنصر هام جدا هو تنظيم هو مؤسسات لها انتشار واسع داخل الإقليم إقليم الدولة وفيه تراتوبية ما مؤسسات ما بعض المؤسسات تكون إدارية تمثل أمانات الحزب في مختلف الأقاليم بعضها فني معني بملفات معينة مثل ملف العمال أو الطلبة أو المرأة أو ما شابه ولديه كما ذكرت استمرارية ليس فقط تنظيم مؤقت يؤدي خدمة معينة أو يؤدي وظيفة معينة ثم ينحل مثل الحملات الانتخابية المسألة الثانية من عناصر الحزب السياسي هو البرنامج السياسي بمعنى أنه لا يوجد حزب سياسي بدون برنامج سياسي هذا البرنامج السياسي هو برنامج شامل لا يمكن الحديث أيضا الحزب السياسي لديه برنامج جزئي بمعنى مثلا والله هو مهتم فقط بتطوير مثلا قطاع الزراعة أو الصناعة هذا يعني يناسب أكتر مفهوم جماعات الضغط أو جماعات المصالح لكن الحزب السياسي لديه برنامج سياسي قائم على رؤية قائم على اديولوجيا في البداية ثم رؤية ثم انحيازات معينة ويقوم هذا الحزب السياسي في كل موسم انتخابي أو في كل دورة انتخابية بصياغة برنامج تنفيذي مبني على انحيازاته ومبني على برنامجه الأصلي ومن ثم الحزب السياسي يجب أن يقدم رؤية وتصور تشمل علاقات خارجية تشمل تطوير أداء سياسي تشمل اقتصاد ورؤية للإصلاح الاقتصادي تشمل أيضا رؤية لإدارة الدولة تطوير النظام الحكمي داخل الدولة ما بين مركزي أو لا مركزي هذه المسائل يجب أن يقدم الحزب تصور وتفصيلي إلى حد ما عنها فالتنظيم ثم البرنامج السياسي الشامل الذي يغطي مختلف القضايا السياسية ومختلف الملفات الهمة داخل الدولة ثم العنصر الثالث هو آلية عمل هذا الحزب كيف يعمل الحزب السياسي؟ الحزب السياسي ببساطة يستهدف أن يقوم بتطبيق هذا البرنامج السياسي عن طريق الوصول إلى السلطة بمعنى أن إذا كان الحزب السياسي أو إذا كان هذا التجمع عنده مجموعة مطالب فقط هو يريد أن ينفذها عن طريق الضغط على من في السلطة هو لا يستهدف أن يصل إلى السلطة بنفسه إذن هذا ليس حزبا سياسيا هذه جماعة الضغط لديها رؤى لديها برامج وهي تقوم بممارسة أدوار من الضغط والتحالفات السياسية حتى تجعل من في السلطة ينفذ هذا البرنامج لكن الحزب السياسي يجب أن يكون آليته في العمل هو أنه يخوض الانتخابات ويريد أن يصل إلى السلطة حتى ينفذ هذا البرنامج السياسي طبعا هذه الرؤية فيها كثير من ممكن نسميها النزعة المحافظة النفس المحافظ الذي يشتهر في العلوم السياسية بمعنى إذا وجدنا مثلا حزب ثوري هل هناك حزب سياسي ثوري بمعنى أنه يريد أن يصل إلى السلطة ليس عن طريق الانتخابات ولا عن طريق ما يعرف باسم أو السياسة الرسمية إنما يريد أن يثور الجماهير حتى يصل إلى السلطة هل هذا ينفي عنهم فكرة أنه حزب سياسي أم لا طب إذا وجدنا مثلا حزبا سياسيا لديه ميليشيا لديه تنظيم مسلح نموذج مثلا حزب الله في لبنان مثلا هل هذا حزب سياسي هذا حزب سياسي لديه جناح مسلح أو حماس مثلا في فلسطين طبعا وضع حماس في فلسطين وحزب الله يعني نتيجة وجود إشكالية الاحتلال هذه قضية أخرى لكن تقنيا هل يسمى هذا حزب سياسي أم لا بالتوصيف الرسمي والكلاسيكي للعلوم السياسية الحزب السياسي يجب أن تكون آلياته في العمل هي الساعي للوصول إلى السلطة عن طريق الآليات الرسمية الحديث عن حزب سياسي ثوري أو حزب سياسي لديه تنظيم مسلح هذا لا يتلاءم مع التعريف التقليدي والكلاسيكي للحزب السياسي فإذن هو تنظيم دائم ومستقر في مختلف أقاليم الدولة لديه برنامج سياسي شامل يخاطب ويعالج قضايا مختلفة داخل هذه الدولة ثم هو يسعى للممارسة السياسية الرسمية في محاولة للوصول إلى السلطة ثم يتبقى في النهاية أنه يلتزم بالآليات السلمية في هذه المسألة هو لا يبحث عن حركة تثوير هو لا يبحث عن حتى تحالفات خارجية بمعنى أن يكون الحزب السياسي له تحالف مع أن يكون فرعاً لحزب سياسي موجود في دولة أخرى فكرة التغيير عن طريق الثورة التغيير عن طريق التنظيم المسلح التغيير عن طريق تحالف مع قوة أجنبية وترخل في الشأن الداخلي مثل سلوك بعض الأحزاب الشيوعية مثلاً في أوروبا الشرقية مع التحالي السوفيتي هذه السلوكيات لا تتناسب مع تعريفات الحزب الكلاسيكي فهذا هو تعريف الحزب السياسي كما ذكرنا هناك الكثير من الاختلافات في هذه التعريفات نتيجة اختلاف ظاهرة الحزب السياسي وتنقله من حقبة إلى حقبة ومن شكل إلى شكل كيف نصنف الأحزاب السياسية من وجهة نظر مقارنة؟ كما ذكرنا أن المقارنة هي أحد أهم السماية أو المزايا في النظم السياسية المقارنة هناك مقارنة لشكل الحزب ذاتي وهناك مقارنة للنظام الحزبي داخل الدولة بمعنى أن هناك أحزاب قد تكون تسمى أحزاب أيديولوجية صلبة مثل حزب الأحزاب الشيوعية الأحزاب الفاشية لها أيديولوجيا صلبة لها تشكيل هرمي صلب شمولي في مقابل مثلا أحزاب براجماتية عملية هي أحزاب قائمة على رؤية سياسية بسيطة قائمة على العملياتية أو البراجماتية هو عنده سياسات يحاول أن يطبقها قد يكون يغيرها الآن نتيجة فشل التجربة بسبب تعصر الأداء ربما ليس يديه هذه النزعة الأديولوجية الصلبة بعض الأحزاب تكون أحزاب أقليات أحزاب تعبر عن أقلية داخل الدولة مثل مثلا الأحزاب الكردية مثلا في تركيا هي أحزاب تعبر عن أقليات عرقية داخل الدولة هناك أحزاب مثلا أيضا تنتشر في العالم الثالث تسمى أحزاب الأشخاص هناك شخصية سياسية كاريزمية معروفة تنشر نفسها هذا الحزب في الواقع هو مكتب سياسي لهذا السياسي في النهاية عندما يموت هذا السياسي أو عندما يعني يعتزل العمل السياسي ينهر الحزب من بعده لأن هذا الحزب قائم على هذا الشخص هو في الواقع ليس حزبا بالمعنى المؤسسي وإنما هو فقط يعتبر مكتب سياسي كما ذكرت لهذه الشخصية الكاريزمية السياسية إذن هناك أشكال أخرى أشكال متعددة ومختلفة للحزب السياسي فيما يخص تصنيف النظم الحزبية نفسها لدينا أيضا أشكال مختلفة هناك ما نعرفه نحن في العالم العربي بشكل مألوف جدا نظام الحزب السياسي الواحد وهذه من الترافة أن هناك يسمى الحزب معناه اللغوي القسم فهذا حزب واحد بمعنى أنه القسم الذي يعبر عن الكل فلا يوجد نظام حزبي واحد المفروض أن هذا يسمى نظام ديكتاتوري نظام استيلائي لكن نظام الحزب الواحد هو نظام لا يوجد فيه حزب شرعي إلا حزب واحد فقط كل من يريد أن يمالس العمل السياسي يتم من داخل هذا الحزب أي أن كانت دوافع البعض قد يكون الدافع دافع أيديولوجي مثل الأحزاب الفاشية أو الأحزاب الشيوعية تتبنى هذه الرؤية لأنها ترفض أن يتم تقسيم المجتمع وفق تصنيفات عرقية أو تصنيفات طبقية اقتصادية هو يريد حزبا واحدا يجسد كل المجتمع كوحدة واحد أو قد يكون كما ذكرت مثلا في منطقة العربية في الخبرة العربية ما بعد الاستقلال كان هناك رغبة في إنشاء نظام سياسي غير مستقر وغير تنافسي فقط حتى تستقر الأوضاع للنظام الجديد الذي أتى بعد الاستقلال فنجد أن تقريبا كل الجمهوريات التي نشأت بعد الاستقلال في المنطقة العربية باستثناء حالة لبنان كلها أقامت نظم الحزب الواحد ثم هناك النظم الحزبية التنافسية التي تعرف أحزاب تتنافس مع بعضها البعض ويتم فيها عملية تداول سلطة حتى لو كان هذا النظام الحزبي التنافسي يتكون من حزبين أساسيين مثل الحالة الأمريكية أو الحالة البريطانية يكون فيها حزبان أساسيين هم الذين يقومون بتداول السلطة فيما بينهم على أسس ديمقراطية وهناك أحزاب صغيرة تقوم بأدوار سياسية أخرى لكنها في الواقع لا تدخل داخل هذه التنافسية الحزبية وهذا التداول داخل السلطة أو هناك بالتأكيد نظم الأحزاب المتعددة مثلا مثل كما رأينا في ألمانيا أو بالتأكيد مثلا مثل تركيا أو غيرها من الدول هناك أحزاب مختلفة ويحدث تداول في السلطة فيما بينها هناك نمط آخر وأخير في هذه التصنيفات هو النظم الحزبية شبه التنافسية إذن هناك أحزاب نظم حزبية غير تنافسية تماما مثل أو هي نظم الحزب الواحد هناك نظم حزبية تنافسية سواء بين حزبين أو أكثر ثم هناك نظم حزبية شبه تنافسية وهذه ربما مثلا تمثل الحالة المصرية في عهد مبارك والسرات آخر عهد السرات أو العهد مبارك عندما كان هناك حزب واحد يهيمن على السلطة بشكل غير ديمقراطي لكنه في نفس الوقت يسمح بتعدد الأحزاب فالأحزاب تكون موجودة وهناك نظام حزبي تعددي هناك أحزاب موجودة داخل النظام السياسي لكن في النهاية لا يسمح لها أن تكون مؤثرة في السلطة فقط يمكن أن تقوم بدور المعارضة حتى المعارضة غير المؤثرة في بعض الأحيان فالنظام يسمح بوجود أحزاب يسمح بانتخابات لكنه في النهاية لا يسمح بتداول سلطة بين هذه الأحزاب لهذا أسموا هذا النوع باسم النظم الحزبية الشبه التنافسية أو المقيدة إذن الأحزاب السياسية هي كائنات مهمة جدا ليس فقط لتمثيل المصالح والآراء والأديولوجيات داخل المجتمع السياسي لكن حتى لضخ دماء جديدة لتكوين رجال دولة الأحزاب تلعب دور مهمة جدا أنها المصانع التي تنتج رجال الدولة لديهم قدرات سياسية لديهم خبرات في ممارسة العمل السياسي سواء البرلماني سواء الخدمي في البلديات والمحليات وخلافه يقومون بالتفاوض السياسي مع الآخرين ولهذا النظم المستبدة التي تقوم بغلق المجال التنافس الحزبي أو حتى تضيق على الأحزاب تفاجأ بعد فترة أن كفاءة السياسيين لديها أصبحت لا تساعدها على إقامة نظام مستقل يعني يمكن حتى في الدولة العربية ما بعد الثورات العربية في حالة مصر أو في حالة تونس مثلا فجئنا أننا بعد أو في أثناء التحول الديمقراطي لدينا أزمة حقيقية في إيجاد سياسيين قادرين على إدارة المشهد لماذا؟ لأن الأحزاب أحد أهم المؤسسات في إنتاج رجال الدولة كانت مؤسسات معطلة وإما ملغية تماما أو معطلة بقهر النظام ومن ثم فجئنا أن في مصر في ليبيا في تونس في غيرها من الجمهوريات لم نجد رجال دولة سياسيين قادرين على التعاطي مع تحديات المرحلة إذن هذا هو الحزب السياسي أحد أهم الفواعل السياسية في النظم السياسية المقارنة في اللقاء القادم بإذن الله سنتحدث عن باقي الفواعل السياسية نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا